ونضم إلينا الآن مباشرة من مرسيليا مراسل أكسر نيوز خالد شقير خالد بعد التحية من المؤكد أن الأزمة الروسية الأوكرانية لها الكثير من تبعات الاقتصادية وفرنسا من الدول التي تأثرت حتى الآن كثيرا من ناحية الاقتصادية بسبب هذه الأزمة حدثنا عن الأحوال الاقتصادية والأسعار والسلع والتصريحات أيضا من قبل المسؤولين عما هو قادم تحياتي دعاء لك والخلود ولكل السادة المشاهدين كان آخر قرار يدخل في إطار العقوبات الاقتصادية التي فرضتها فرنسا دعاء على الجانب الروسي تجميد أصول بنك المركزي الروسي 24 مليار دولار حوالي 22 مليار يورو وتصريحات كانت هامة جدا لوزير الاقتصاد الفرنسي برونولو مير كان من خلالها يحاول أن يرسل رسائل تطمين للداخل الفرنسي وفي هذا التصريح أكد برونولو مير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بأننا نأمل الخروج من صدمة أسعار الطاقة أنا بقى حديثك الآن من أحد مركز تمويل السيارات هنا بقلبي مارسيليا ما زال الأمر جد وخطير ما زال السعر هو أكثر من 2 يورو للتر البنزين وهذا جعل الكثير من الفرنسيين يتركون سيارات كان بكام يا خالد هو دلوقتي أكثر من 2 يورو كان بكام قبلها كان يعني وصل اليورو ونص تقريبا يورو سبعين وده جعل في شهر ديسمبر الماضي الحكومة الفرنسية تقوم بصرف شيك خاص لأصحاب السيارات في محاولة لعدم التأثير على القوى الشرائية وعلى مشتريات الفرنسيين الجميع يعلم جيدا أن ارتفاع هذه الأسعار ستؤدي بصورة أو بأخرى إلى أزمة للفرنسيين وبصفة خاصة أن المرتبات في فرنسا محسوبة وليست بالمرتبات الكبيرة وكل الفرنسيين يعملون بصورة أو بأخرى على تفادي أن تصل هذه الأزمة إلى جيوبهم وإلى قدرتهم الشرائية والتأثير بصورة وبأخرى على مشترياتهم وعلى حياتهم الاعتيادية ولكن طبعا جاءت هذه الأزمة لتزيد الأزمة الحقيقة فرنسا من ضمن أو الشعب الفرنسي من ضمن الشعوب التي تحاول أن تتفادى هذه أو تمتص هذه الصدمة صدمة زيادة الأسعار في طبعا المحروقات وبالتالي طبعا زيادة الأسعار في المحروقات تؤدي بصورة أخرى حالها كحال عدد من الدول الغربية يخالت تحاول أن تمتص تداعيات هذه العقوبات الاقتصادية وكانت قد حذرت فرنسا من وجود أزمة غزاء عالمية بسبب تداعيات الحرب لأنه كما نعلم روسيا وأوكرانيا هم من أكبر منتجي المحاصيل في العالم الخطة التي تم وضعها من قبل المعنيين والمسؤولين المرشحين أيضا الفترة المقبلة لمحاولة الخروج من هذه الأزمة يعني هو خلود الحقيقة في رسالة وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير أكد على أنه خلال الأشهر القليلة القادمة وبالتخلي بصورة أو بأخرى عن الطاقة أو استيراد الطاقة من الجانب الروسي يمكن أن يتحسن الأمر أو يتحسن الوضع من خلال تفادي الدوامة التضخمية لعدة سنوات أكد على أن هذا سيحدث في 2023 ولم يستطيع أن يحدد موعد ما في شهر كان في 2023 ولكن كل المؤشرات بتؤكد أننا أمام أزمة كبيرة جدا هذه الأزمة جاءت بالفعل من خلال المترشحين للسباق الرئاسي وتعلمين خلود أن السباق الرئاسي بعد تقريبا 20 يوم من الآن أو أقل من 20 يوم وفي 10 إبريل الجولة الأولى ولهذا بعض من الجولات للمترشحين كانوا الجميع يحاول أن يطمئن الفرنسيين بصورة أو بأخرى هناك من بعض الأحزاب اليسارية من طالبة بزيادة المرتبات لتفادي الأزمة وهناك من الجانب اليمين واليمين المتطرف من طالبة بإلغاء بعض من الضرائب على الضرائب أو التفيا فلهذا الجميع الآن يدرك بأن هذه الأزمة ستمس الشارع الفرنسي وتمس الفرد الفرنسي والأسر الفرنسية أزمة كبيرة جدا ليس فقط في أسعار المحروقات بالتالي زادت أسعار السلع والمأكلات في الأساسية الشعب يأخلت حول هذه المطالب الحقيقة يعني الشعب الفرنسي كانت قطراهنة تعليق الحكومة الفرنسية أيبان جائحة كورونا بالالتزام وتغيير من بعض من عاداته وتقاليده وتصرفاته وتعاملاته اليومية ونجح في الاختبار يعني هو يعتبر من أفضل الشعوب التي نفذت مطالب الحكومة الفرنسية أكثر من 92% من الفرنسيين ممن يسمح لهم بالتطعيم كذا قد حصلوا على التطعيم الآن الشعب الفرنسي يريد أن لا يبقى في أزمة ولهذا يحاول تغيير من بعض من التصرفات اليومية يعني بدل أن يسافر إلى مسافات طويلة بسياراته يأخذ سياراته ويقوم بوضعها أمام أحد محطات القطارات أو القافلات وذلك للوصول إلى عمله أو يستحب زميل له في الوصول إلى عمل بصورة أو بخرى نظرية تنفيذ التعليمات على أمل الوصول إلى الأهداف المرجوة لكن خالد بما أننا تحدثنا عن الانتخابات المقبلة والبرامج الانتخابية وتحدثنا أن بعض المرشحين يقترحون أن من الممكن إلغاء بعض الضرائب أو من الممكن زيادة عدد من المرتبات السؤال الذي يطرح نفسه كيف يرى المحللون لإقصاديون هذه المقترحات هل هي من الممكن أن تنفذ بالفعل على أرض الواقع أم هي مجرد دعاية انتخابية الحقيقة يعني حقيقي دعاية هذه النقطة على وجه التحديد وبالصفة خاصة أن قبل الهواء مباشرة كنت أتابع أحد هذه البرامج والتي تحدثت عن عدم واقعية هذه الاقتراحات أولا زيادة المرتبات بصورة أو بأخرى ستسبب بعجز في الميزانية وتزيد من التضخم هذا ليس كلامي ولكن كلام بعض المحللين أما فيما يخص إلغاء الضرائب فضرائب الفرنسية لا يمكن إلغاءها لأن الدخل القومي الفرنسي يعتمد 80% منه على هذه الضرائب إذن هذه مجرد مقترحات غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع سواء كانت بهذه النسبة التي تحدث عنها اليسار ومرشح اليسار أو إلغاء الضريبة على الضريبة التي تحدثت عنها مرشحة اليمين المتطرب ولهذا تبقى القرى الآن في ملعب الفرنسيين لإيجاد حل للتعايش مع الأزمة في الوقت الذي كان قد أعلن عنه الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه يجب علينا العمل على الأمن الغذائي والأمن الصناعي والحفاظ على حياتنا اليومية بصورة أو بخرى من خلال الاقتصاد والإبقاء على الدوائر الخاصة بالغذاء والزراعة ولهذا كانت هناك هذه الحملة التي تحدث عنها أو هذه الخطة الاقتصادية خطة المرونة الاقتصادية التي تحدث عنها وصلت الفكرة زميلي من مارسيليا شكرا لك خالد شقير على كل هذه التفاصيل